دعم البرنامج الحكومي ومراجعة بنودي وثيقة الاتفاق السياسي التي على إثرها تشكلت الحكومة إضافة إلى معالجة ملفات ظلت عالقة لفترة طويلة محاور تمت مناقشتها خلال المباحثات التي أجرها مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد ملفات أنجزت وأخرى قيد التفاهم وضمن السقف السوري الحاكم في البلد ملفات النفط والغاز وكذلك بالمقابل ملف رواتب موظفي قليم كردستان وتأمينها من قبل الحكومة العراقية وهذا ما جرى وكذلك بالمقابل ما تعمل عليه الحكومة العراقية في تفكيك مشكلة العقود النفطية السابقة التي وقعها حكومة قليم كردستان وكذلك عمليات التسوية من قبل وزارة النفط الاتحادية والحوار حول استئناف النفط خلال المراحل المقبلة وكذلك بالمقابل مواجهة المشاكل الأمنية التي تظهر سواء كتهديدات خارجية أو كذلك تهديدات داخلية مزاج سياسي داعم لهذه المباحثات وما سيخرج عنها من نتائج ستسهم في إيجاد ما خارج للحل لقضايا وملفات مهمة من خلال أجواء الدفء في العلاقة المتبادلة أعتقد أن هناك تفاهم وهناك إنجاز كبير من هذه الزيارة فالحزب الديمقراطي الكردستاني حاول من خلال الفترة الماضية وخاصة من خلال حكومة قليم كردستان التوصل مع الحكومة الاتحادية حول كافة الملفات وكان هناك شوطا كبيرا وإنجاز كبير في بعض الملفات لذلك أعتقد أن هذه الزيارة كان مهمة جدا وأن نتائجها سوف تكون مثمرة وتكون مؤثرة على المشهد السياسي في العراق بشكل عام وفي أقليم كردستان بشكل خاص وفقا لمختصين فأن الخطوات الشفافة من الحوار الهادف هي من أوجدت تطابقا في الرؤية المشتركة إذا قضايا عديدة فلسفة حكومية تعمل على تصفير الملفات في إطار الدستوري والقانون أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد